تابعين حلقتنا بالتعاون مع لجنة أصدقاء غابة الأرز ببشري وبلدية بشري أطلقت شركة دبيني للزراعة بلبنان حمل التجرير بـ 14 تشرين الأول يلي ضمنت غرز معيو عادل 30 ألف متر مربع من أرز لبنان سيدروس ليباني بغابة أرز بشري ولها السبب ولكمان الإضاءة على مشاريع تاني بسعدني استقبل الأستاذ ظاهر بلوت مدير عام الشركة بلبنان أهلا وسهلا فيك سمعنا سمعنا يا ميت هلا فيك هالحملة هي فعلا حملة مميزة وخيرا نقول رائدة بمجال الشركات بلبنان شو ظروفها وشو معطياتها وكيف كان هالنهار أول شيء لي يسعدني أول شيء أن أشوفك مرتين أنت كنت معنا بخلال النشاط بتشكرك على الاستضافة ووجني تحية للجمهور اللي عم يتابعنا اليوم الشركة دباني للزراعة هي من الشركات الرائدة بالزراعة مش بس بلبنان بالمنطقة كمان وفي عندها مجموعة من القيم اللي هي بتعمل من خلالها وبتكون عم تشتغل من خلال رؤية ورسالة معينة لخدمة القطاع الزراعي والمجتمع اللي هي فيه اليوم الشركات بتكون عم تشتغل بمحيطة وفي عندها مسؤولية اجتماعية لاتجاه المحيط اللي هي فيه اليوم نحن بخلال هيدا التعاون اللي صار مع كافك يعني لجنة أصدقاء غابات الأرز ببشاري وبلدية ببشاري اللي هني مشكورين تابعونا من كل المراحل من البداية لحديث النهاية قمنا بهيدا النشاط أول شي غابة الأرز بتاعني لكل العالم والشجرة عمره طويل ونحن بدنا نكون عم نحط مجهود بمحل يكون يمشي باتجاه التنمية المستدامة ويظل مكفي معنا لقدام ممتاز نحن رح نباليش نشوف صور عن هالنهار الحلو أنتو شجرتو تقريبا ألف وثلاثمئة أرزي مش هيك ألف وثلاثمئة ألف واربعمئة يعني هو الرقم حلو لأنه إذا تعرف قديش في عدد أشجار بغابة الأرز تقريبا في حوارها ألفين شجرة نحن هذه السنة عيدنا السبعين ومنكون تقريبا شجرنا ما يعادل سبعين بالمئة من غابة الأرز الموجودة هلأ حاليا حلو كتير نعاد عليكم دايما بالنجاح والصحة والاستمرارية وبهيك مشاريع مميزة نحن عم نشوف جرد بشري يلي هو عم ينزرع كله شوي وشوي أنتو على مساحة 30 ألف متر زرعتو حوالها ألف واربعمئة شجرة أرز بفرد نهار المميز خيان تقف عندها نهار أنه هو نهار عمل عادي بس هو نهار عمل مختلف صحيح 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 يعني هذا اللي بنركز عليه اليوم أنه تكون عم نحكي المسؤولية الاجتماعية للشركات هو مش أنه تكون أنت عم تطلع بنهار فرصة لحتى تعمل النشاط أنت لأ عم تخصص نهار عمل في 150 موظف تقريبا شاركوا بجد واستمتعنا بهذا النهار لأنه حسنا حالنا نحن عم نعمل شيء للبلد شيء للبيئة شيء للطبيعة شيء للهوى نظيف شيء لحتى هالمي اللي عم تنزل من السماء وقت تشتت دنيا تمتصى الجذور وتنزل بالأرض بقى الكل كان مبسوط أنه عم يغرس شيء بالأرض عم يعمل شيء مش بس للجيل اللي نحن فيه للأجال اللي قدام تقدر كمان وتشوفه وتلمسه نحن اليوم نطلع على غابة الأرض نستمتع نشوف هالغابات هالغابة الكبيرة والشجر الكبير يمكن الشجرة اللي عم نزرع اليوم ما نشوفها لقدام كتير بس أكيد أولادنا أولاد أولادنا وقت حيطلع يقولوا أنه في حدا غيرنا زرع ويستمتعوا بهالغابة حلو كثير فعلا الإطار كله كثير حلو يعني المشاهد بتحكي عن حالها وجمعت كل هالموظفين بتحت هالعنوان المميز هي بحد ذاتها قصة ليش اخترتوا أنه يعني تقوموا بهالعمل هيدا تحت أي إطار بيندرج وشو بيعني للشركة الإطار بيندرج أول شي لبلش من النهاية بيندرج تحت إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات اليوم الشركات ما بقى فيها تكون عم تشتغيل بس بمحيطة بدون ما تكون عم تتطلع أول شي بالطريقة اللي عم تمارس تتزاول فيها النشاط طبعا بقى تكون منتبهة على الأمور اللي هي العلاقة بالإنسان بالموظفين بالمحيط الاجتماعي اللي هي فيه ونفس الوقت بالطبيعة لأنكست على الطبيعة اليوم نحن هذه السنة قلنا عيدنا السبعين بس نفس الوقت هذه السنة كمان نضمينا للمبادرة العالمية الاتفاق العالمي للأمم المتحدة اللي بيعمل على الأهداف التنمية المستدامة فيه 17 هدف للتنمية المستدامة مثال الأمم المتحدة بيدعي الشركات حول العالم أنه هي خلال نشاطها ومزاولتها لأنشطتها تكون عم تحترم هذه الأهداف وعم تشتغل تجاهها هذه الأهداف هن 17 هدف نحن كشركة من خلال مزاولتنا العمل بالقطاع الزراعي نتوجه لعدة أهداف مننا مثلا Zero Hunger أو مواجهة الفقر يعني الجوع نشتغل على الحياة البرية على الظواهر اللي بيبتجي من التغير المناخي نشتغل على كل شيء له علاقة بالإنتاج والاستهلاك بطريقة مسؤولة عدة أهداف بتكون نحن عم نغطية ولكن هذا النشاط بيحد ذاته بيهدف لثلاثة جوزة أو ثلاثة أهداف بيقدر يوصل لهم أول واحدة هي الصحة الجيد والرفاه نحن اليوم أنت عم تزرع شجر يعني عم تزيدك الهوى نظيف تاني هدف نكون عم نوصله هو تغير المناخي نحن مع الشجر نكون عم نحارب الاحتباس الحراري وثلاثة اللي هي الحياة البرية بالحياة البرية أنت اليوم عم تزيد المساحة الخضرة عم تخلي في مجال للحياة البرية تكون مستوطنة والشجرة بحد ذاتها هي بتثبت التربة وبتعمل على أنه هالمي اللي عم تنزل تأخذها بالأرض وتفيدنا لأنه مثل ما معروف اليوم العالم عم يواجه أزمة كتير كبيرة إن كان بالنسبة لارتفاع الحرارة أو لندرة المياه بقى نحن منكون صبنا ثلاثة أهداف من خلال هيده وفينا نزيد عليهم هدف رابع يلي هو كل هالإيميل وطنية يلي بتمثلها الأرز اللبنانية كمان اليوم يلي مهمة كل لبناني إنه يحافظ عليها يحافظ على طبيعته ويسعى كمان لغرسة نرجع نستعيد مش هيك لبنان على الجبل الأخضر أكيد أنا بدي أضيف إنه نحن كمان كل سنة عم نسمع الأخبار السيئة إنه في حراية عم تأكل الأخضر واليابيس نحن اليوم يعني حبينا نشجر وبالتحديد شجرة الأرز إلى كل ما ترمز إليه بالنسبة لألنا وبالنسبة للعالم لأنه الأرز مذكورة بكل الكتب ومن ألاف السنين بقى حبينا نرجع نكون عم نعمل شيء يكون مستدام يكون يظلوا مكفة لألنا معنا وللأجيال اللي جايب يعني فعلا هالخطوة ممتازة وإذا كل اليوم المؤسسات والجمعيات والأفراد كمان ساهموا أكيد بالتنسيق مع الناس المختصين أنه يزرعوا عدد معين من الشجر من الأرز من السنديان نصروا وغيره وغيره قداش قدرين أنه نخلق فرق أكيد على فكرة أنا بدي أضيف هون أنه نحن لح تكون هذا التزام مننا وتعاهد أنه نحن نحن نكفي بهذا النشاط نحن نكون فيه هذا النشاط التجيير لح نظلنا مكفيين فيه ما نحن نتوقف هون بدنا نحاول نقوم بعملية التجيير بأكتر من منطقة بس نحن نتلقي للرمزية باللشنة من منطقة الأرز ممتاز عليك الحال نشاطاتكم المهمة ويليقلها منفعة للبلد ولقلنا نحن كمواطنين ولقلكن أنتم كمواطنين لبنانيين هي كمان عديدة وسبقت هالنشاط هيدا منها حملات تنظيف للشاطئ صحيح؟ مزبوط مزبوط نحن كل سنة يكون في عنا سلسلة من النشاطات بتكون نشاطات مننا كبير ومننا صغير بس في عنا نشاطات نحن دائمة للمسؤولية الاجتماعية للشركات مثلا سنة الماضي نحن قمنا بتعاون مع اللجنة اللبنانية للبيئة وبلدية رميلية وسايدا بتنظيف مدخل سايدا لأنه بتكون فيت انتع على منطقة الجنوب وأول ما بتفوت على مدخل الجنوب هو سايدا بتطلع بتلاقي الشاط مجوي بقى حبينا نقوم بهذه المبادرة لرمزية كمان المنطقة لأنه احنا الشركين طلقت من منطقة سايدا بقى سنة الماضي قمنا بهذا النشاط بتنظيف الشاطئ نمتاز نحن بنطمنا لكم كل التوفيق بمشاريعكم الجديدة لأنه أكيد كتير وخليني استغل فرصة حضورك وجودك معنا باسمي وباسم أصدقائي وزملائي أنتوني الحيل مارك بيروتي وشاربل تو وننكون ألف شكر لأنه خصيتونا بشجرة أرز حلوة كتير باسم مشوار بالوادي تشاركناها مع شجرة شركة 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 دباني للزراعة بقى هيدا شي بيسعدنا وبتقد هيدا أجمل تعبير محبي تانكيو إلي يعني نحنا هيدا أقل شي كنا ممكن نعمله كعاربون تقدير كمان للجهود ومواكب تكون لقلنا بهيدا النهار وقبلوا بالتحضير وخلال النهار انبسطنا بهيدا نهار تشاركنا أفكار كمان يعني النهار بالنهاية صار نحنا كان ممكن يكون في شتي وأخذنا ريسك وهيدا جزء من القيم اللي عنا هي هالمثابرة قلنا لأ لو شو ما كانت الظروف نحنا نطلع نشجر لأنه إذا ما شجرنا يمكن الإيفنت يلتغى وقررنا أنه لأ بدنا نسابر وبدنا نطلع وبدنا نهايتين نشاط رائع ونهار كان جميل جدا وتعرفنا على كثير وجوه جديدة وستمتعنا معنا شكرا لكم ودايما نتخليكم بهالهمة أهلا وسهلا فيك شكرا لك شكرا على الإصلاف نحنا رح نتابع حلقتنا خليكم معنا شكرا لكم